رقم عشرة عارف بعض الكواليس الخاصة بحديث مرسي الكرة للنهاردة مع لعبي النادي الاهلي قبل المران لأقيم اليوم السبت تعال اقول لك شوية كواليس مهمة يلا بنا مرسي الكرة المدير الفني الاهلي قام بتعنيف اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم بسبب غضبه من سوق الإدارة في مباراة الداخلية بالدولة والتي حسمها الفريق لصالحه بهدفين مقابل هدف المدرب السويسي تحدث مع لعبي النادي الاهلي في محاضرة مطولة قبل انطلاق مران اليوم عن العديد من الأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام الداخلية كولر نقل لعبي النادي الاهلي غضبه الشديد أيضا من تكاسل بعض اللاعبين وتحديدا في الشوت الأول مع عدم التزام آخرين بتعليماته الفنية كمان كولر كان غضبا أيضا من حالة التعالي التي ظهر بها بعض اللاعبين في الشوت الأول أمام الداخلية أمس وقال لهم بالحرف لم نحسم الدوري حتى نقدم هذا الأداء والتعالي على الخصم أمر مرفوض تماما والمنافسة ليست سهلة للحفاظ على الدوري كولر كمان طلب من اللاعبين أيضا التعامل مع إقامة القمة يوم السلساء بشكل طبيعي وعدم الالتفاد لما يصار حول إمكانية تأجيل المباراة من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز طيب ترجمة نانسي قنقر